السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اودي موبايل تشير التوقعات الى ان سامسونج تستعد لاطلاق هاتف جالاكسي نوت 10 بسلاس نسخ نوت 10 برو ونوت 10 ونوت 10 اي في مؤتمر ايفا في برلين في هذا الفيديو سوف نتكلم عن اخر المواصفات والتسريبات المتوقعة لهذا الهاتف اولا التصميم من المتوقع ان يأتي الاظذار المقبل من نوت 10 بنفس تصميم الكاميرا الرباعية التي تأتي بتصميم افقي والتي جاءت في هاتف جالاكسي اس 10 5 جي الجهاز سوف يأتي بدون اي ازران ميكانيكية حسب اخر التوقعات مع تصميم سجاجي بالكامل وعطار معدني متين شاشة نوت 10 برو تأتي بحجم 6.75 انش بدقة كوات اتش دي بكسافة 540 بيكسل من نوع دايناميك اموليد مميزة بابعاد 19.5 الى 9 مع طبقة حماية غوريلا كلاس 5 كما يأتي بارض اكبر بنسبة 8% من سابقه ونسخة ثانية نوت 10 سوف تأتي بشاشة 6.4 انش ونسخة ثالثة نوت 10 اي سوف تأتي بشاشة 6.28 انش من المتوقع ان يأتي مستشعر البصمة مدمج تحت الشاشة والذي يأتي بتقنية الترا سونيك لعمل حماية بصورة افضل تقول بعض التسريبات ان الهاتف سوف يأتي باصدارهم من المعالج على النحو التالي الاصدار الاول بمعالج من شركة سامسونج نفسه وهو الاكزينوس 9820 بتقنية 80 نانومتر مع معالج رسومي من نوع مالي جي 76 ام بي 12 الاصدار الثاني بمعالج من شركة كوالكم الاحدث والاقوى سناب دراجون 855 بتقنية 7 نانومتر مع معالج رسومي من نوع ادرينو 640 يأتي الهاتف في احدث نظام تشغيل حيث يأتي باندرويد بي 9.0 مع واجهة سامسونج الوان يو اي واحدة من ابرز التسريبات حول نوت 10 هي انه سيحتوي على كاميرا ربائي للأداء شبيهة بتلك الموجودة في هاتف تتكون تلك الكاميرا من كاميرا قياسية بدقة 12 ميجابيكسل واخرى مقربة بدقة 12 ميجابيكسل لزوم بصري 2x واخرى بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا تعمق سلاس الابعاد مفيدة للمسح السلاس الابعاد او الواقع المعزز او التحكم في الايماء ايضا من المتوقع ان تقدم سامسونج اكثر من اختيار في الزاكرة العشوائية في الاصدارات السلاسة على ان يأتي النموذج الاول بزاكرة عشوائية 8 جيجابايت رامب مع سائل التخزين تتراوح بين 128 جيجابايت الى 512 جيجابايت بينما تختلف الاصدارات السلاسة في مواصفات قلم اس حيث يأتي اصغر الاصدارات بقلم اس الحالي بينما تأتي الاصدارات الاعلى بتحديث جديد لتصميم او مواصفات قلم اس منها المتوقع ان تأتي بالطريق نوت 10 برو بقدرة 4500 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي يأتي منفز يو اس بي من نوع سي باصدار 3.1 كانت هذه اهم تسريبات وتوقعات نوت 10 كان معكم عودي احمد وشكرا لزيزينا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجابة في الفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة